السلام عليكم ورحمة الله زيكم عاملين ايه؟ يا جماعة محدش ياكل مانجا بالليل وهقول لكم على اللي حصل دلوقتي عشان بصراحة كنت هموت من اكل المانجا بصوا الراجل ده فتح قريب مني كده بيبيع مانجا يعني فتح زي المخزن ده كده بيبيع في مانجا بيقول المانجا دي من الارض بتاعتهم في الجبل وهو بيجيبها بيبيعها هنا فبصراحة المانجا بتاعته تعمها حلوة قوي يعني بشتري منه على طول وباخد بكميات كبيرة والمانجا السنة دي ما شاء الله يعني رخيصة رخيصة بقى عشان كده بناخد كتير ونأكل منها كتير السنة دي ما شاء الله زي ما قلت لكم المانجا رخيصة وكتير قوي يعني غير اي سنة شفناها قبل كده فزي ما قول اليوم ده بقى انا رحت واشتريت قفص منجا زي ما انو شايفين كده قعدت اناق المانجا اللي انا عايزيها المانجا الحمرة دي طعمها جامد والزب دي برضو طعمها حلو كده عشان ما بيبقى عايزها بيقول انا عايزها تين فاخدتوا كده زي ما انو شايفين وعبيتوا وزنتوا المانجا زي ما لها فاويد لها برضو اضرور وانا هقول لكم ايه اللي حصل لي دلوقتي بوسوا جمال زي ما انا قلت لكم كده بعبي بقى الباسكت دي في قلب كيس كده انا بيته قريب يعني فعبيناها في كيس زي ما انتم شفتوا كده وبقى بفضل طول الليل والنهار اكل مانجا انا اصلا فاكهة المفضلة المانجا بحب المانجا جدا بحبها عصير وبعمل منها ايس كريم وبحبها كلها حب كده يعني اول مفتر الصبح اروح جاي جايبها مانجتين تلاتة وكليهم الدهر بقى دغدة اجيب برضو طول النهار عيشاء على المانجا فاليوم ده انا بحكركم اليوم ده بالتحديد كنت هموت فيه انا كنت واكلت الصبح مانجا ودلوقتي احنا بالليل فغسلت شوات المانجا دول شوفا هون روحت فضيت البسكت وكده فغسلت شوات المانجا دول وفرشت الفرشة كالعادة الفرشة اللي باكل عليها المانجا وباكل على اي حاجة وحطيت المانجا بقيت تبارك خدت الكبيرة لقطتها المهم وقعدت بقى وديتها مانجا قعدت انا الوحدي انا واحمد تخيلوا انا الوحدي خلصت الطبق ده قعدت اكل مانجا ايكل 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 واحمد جيه برضو قعدت اكل معايا بس احمد اخر مسلا ياكل واحدة ياكل من كل واحدة حتى كده انا بقى قعدت اديتها بقى على الرابع خالص زي ما انتم شايفين كده قعدت اكل اكل لما ماريت معاديتي مانجا وجبتي تاني يعني الطبق اللي انتم شايفين ده كان فيه شواء صغيرين من الجنة خدت واحدة والتبارك خدت واحدة وانا جبتي تاني واقعدت برضو اقطع كده وياكل مانجا انا تقريبا في اليوم ده يعني كلت مش عايزة يعني مش عايزة اقفر اقولكو عشر منجيت كلت كتير وعملت غير العصير كمان وعملت عصير انا كدت قعدة كده بقطع المانجا دي كدت اعملها عصير وكلت كتير جدا غير اللي انا كلت وشربت عصير كنا بالليل والمفروض كان صبح بقى انا بصم الحمد لله اتنين وخميس كنت صبحة صايمة فقمت الصبح والله العظيم انا صدات الفجرة بدأت احس ان ايه جنابي بتوجعني يعني بس مش قوي فمرضي الشاشرة عشانا صايمة فقمت الصبح الساعة تمانية بالزبط على وجهة جنابي الاتنين بس القشرة دي انا بخلصة اكتر من كده كمان المهم زي ما قلت لكم قمت الصبح بقى جنابي الاتنين مش قادرة وبطني وكنت اتعبانا جامد فقعت اقول لها انا هكمل سيوم من تمانية لحد تمانية ونص بدأت ان انا بقى اتعب جامد جامد وخلاص كنت محتاجة فعلا ان انا اروح للدكتور من كدر الالم الشديد وحاسيت ان انا خلاص ان انا هموت وعندي بقى زي ما يكون هبوط حد كده في الدورة الدموية وعندي يعني مش عارفة مش عارفة جنابي بطني بالهبوط هبوط شديد وايه بقى المفروض ان انا اشرب مية كتير عشان هي اصلا مليانة امليح فانا قلت لا انا هكمل سيوم وبعدين بصراحة ما اقدرش ان انا اكمل سيوم خالص ما اقدرش هستحمل واجع نص ساعة وبعدين خدت بقى ايه ما كنتش فطرت فقمت بقى عتا اشرب مية اشربت ازيان من لترين مية وبردو جنابي عملت وجعني فقلت لنا بقى لازم اروح للدكتور عشان اشوف في ايه كنت بقى كل ده مش في دماغي المنجا يعني بوسوا انا كنت شكة كنت بقى عمل اقول ايه ممكن من المنجا وشوها يقول لا انا عندي حاجة تانية ومش عارفة بقى مش عارفة اقرر ومش عارفة حد فوجوزي بقى كان مش كان في الشغل وما فيش حق وجانة وطوطة نايمين وكلونا نايمين وانا المفروض هقوم مش عارفة اعمل ايه مش عارفة اتصرف المهمة ازا ما قلتلكم ان انا جبت مية وعطى شربها شرب مية كتير 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 بعد كده بقى ايه حاسيت ان بدأت اتحسن وكلت سندوتش كده صغير معيني ما كانش لا نفس بس عشان ايه ما اخدش الحبية على غير الريق فاخدت حبية مسكن علشان يعني غلط ان الواحد ياخد حبوب كده على غير الريق فحاسيت بقى ان انا بقيت كويسة بس بصراحة ربنا حرمت ان انا اكل منجا بالليل او اكل منجا كتير انا في نفس اليوم عايز اقولك على حاجة كمان ان انا كلت منجا بالليل يعني بعد بخفيت وبعد كل ده كلت منجا بالليل بس كلت واحدة بس فعدت بقى ايه ما بقولش كميات كبيرة اذا اقولتلكم يا جميعا ان المنجا زي ما لها فويد لها برضو عيوب من اما عيوبها بقى ان انا دخلت عنات وشفت ان هي بتعمل امساك وبتعمل ساعة بتعمل اسهال وبتعمل برضو نفس اللي حصل لهبوط في الدورة الدموية ولها اضرار كتيرة جدا والافراط في تناولها يعني بيعمل اضرار كتير ولو دخلتوا عنات هتلاقل اضرارها اكتر من فويدها فنصحة مني ان محدش يعني يفرد في اكل حاجة معينة يعني مسلا منجا اتنين تلات منجات في اليوم وتلات منجات برضو يعني ايه يعني كويسين ممكن يكون كتير بالنسبة لنا بس كويسين ان انتوا متاكلوش كميات ضخمة عشان ما يحصلوش اللي حصل لي بحمد ربنا والحمد لله لو عجبكم الفيديو جميعا متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديوهات جديدة وانتظروني بقى في فيديوهات جمدة انا نازلة بكرة ان شاء الله هصور لكم في مكان حلو وازا ما وعدتوكم للمكتبة برضو هصور لكم الاسعار اللي فيها وبشكر جدا كل الناس المتابعيني الناس المش متابعيني بقى وبيتفرجوا عليها ياريت تعملوا الاشتراك وتحطوا لي لايك مع السلام